احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة رقم عشر لمهندس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتي تم عقدها على مدار ستة أشهر يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة لتأهيل الشباب المصري في إطار حرص القوات المسلحة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتأهيل الشباب المصري وتعظيم قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة بكافة المجالات وذلك بالتعاون مع مختلف وزارات وهيئات الدولة المصرية احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخرج الدورة رقم عشر لمهندس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى الدورة رقم واحد لمهندس الهيئة القومية للأنفاق والدورة رقم واحد لمهندس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية التي استمرت لمدة ستة أشهر بالكلية الحربية بالتنصيق مع وزارة النقل بدأ الحفل بمناقشة بحث الدورة الذي برز خلاله مدى التطور العلمي الذي وصل إليه المتدربين كما تم استعراض الموقف التدريبي الذي تضمن شرحاً مفصلاً لبرنامج الدورات وألقى أقدم الدارسين كلمة قدم خلالها الشكر للقائمين على تنظيم مثل تلك الدورات التي شكلت لهم وعي ومعرفة جديدة على أسس وطنية وعلمية سليمة قبل بدء حياتهم العملية لخدمة الوطن تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة وألقى الفريق من الوزير وزير النقل كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ولكافة أجهزتها على دعمها المستمر وإسهامها في تدريب وتأهيل خريج وزارة النقل وفقاً لرؤية الدولة المصرية من خلال أعداد كوادر تعمل وفقاً لأعلى درجات الانضباط الذاتية ومؤهلة بالعلوم الحديثة للعمل في مختلف القطاعات فيما ألقى الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحديث وتطوير منظومة الإعداد والتأهيل بشكل مستمر بما يعود بالنفع على الدارسين خلال مدة دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية وفي ختام الحفل تم تبادل الدروة وتكريم أوائل الدورات تقديراً لتميزهم في أداء المهام المكلفين بها خلال مدة الدورة حضر الحفل اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤول وزارة النقل